هذا أصل من أصول الدين وهو حديث سيدنا عقبى بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرتكم أو إني فرت لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوضي الآن يا سلام الله صلى وسلم على رسول الله وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها الحديث منتفق عليه يعني من أعلى درجات الصحة تعالوا نقرأ الحديث بتماعن وبهدوء مرة ثانية الحديث عن سيدنا عقبى بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما خرج يوما يعني هذا كما سيأتي في شرح الحديث هذا في نهاية عمره صلى الله عليه وآله وسلم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت يعني كأن رسول الله بيعلمنا أن الصلاة على الميت دعاء أن الصلاة على الميت بر أن الصلاة على الميت ود أن الصلاة على الميت رحمة فذهب بعد أن صلى على شهداء أحد صلى عليهم مرة ثانية فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر يعني عاد صلى الله عليه وسلم في مسافة اللي عارفين أين دفن أهل أحد في مسافة ما بين مدافن والصلاة على أهل أحد في مسافة ثم عاد إلى المنبر يعني وكانه بيقول رسول الله أسلم ما رحش على البيت ده رح على فين على المنبر مباشرة فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله رسول الله يقسم والصحاب أول ما يسمعه رسول الله يقسم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معوده من نوع لا يحلف كثير بس رسول الله أقسم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن فرسول الله أقسم على أنه يرى حوضه صلى الله عليه وسلم وإني أعطيته مفاتح خزائن الأرض أو مفاتح الأرض وإني والله حلفان بعد الحلفان اللي فات يعني هذه حلفان بس حلفان على حاجة جديدة بس حلفان معه تأكيد وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي إيه أن تشركوا بعدي يعني رسول الله مش خايف علينا من الشرك بعده يبقى هو أخد وعد من الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة محفوظة من الشرك ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها يعني تنافسوا في هذه الدنيا في هذه الحياة الحديث ده محتاج أن احنا نفهم شوي إيه موضوع الحديث ده موضوع الحديث ده بيسر كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى على أهل أحد أراد أن يعود إلى أمته بعد أن وجد ذلك النعيم الذي فيه أهل أحد في قبورهم أراد أن يعود إلى الأمة بالبشرة يبقى الحديث ده حديث البشرة للأمة ولذلك هذا الحديث أصل من أصول الدين ليه أصل من أصول الدين؟ لأنه أصل من أصول الاتزان وأصل من أصول صرف الأمة على أن تنشغل بشيء ليس من أمرها إلى أن تنشغل بما هو من أمرها وهذا الحديث كما سنعرف تقصير الأمة في إضاحة هذا الحديث أدى إلى فساد حضاري يانا ربي يضو الله أدى إلى فساد حضاري ستعرفون هذا الفساد الحضاري بعد قليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ صلى على أهل أحد صلاته وعلى الميت كانهم لسا ميتين دلوقتي ليه؟ عشان يشيري أن أهل أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءنا عند ربهم يرزقونه هو عايز يقول لنا أهل أحد ما زالوا أحياءا وكأنهم إيه اللي حاصل؟ وكأن الرسول اللي بيقول لك ده كأنهم لسا منتقلين للآن كأنهم كانوا عايشين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دوات كما سنعرف إنه من أواخر الأحاديث التي سمعها سيدنا عقب بن عامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه بيعمل ليه بيسلم على أهل أحد وكأنهم يبشرهم بأنه سيأتي إليهم والحديث كله بشرة فلما صلى على أهل أحد وأهل أحد عرفوا أن رسول الله صلى عليهم وأحسوا بذلك كأنه بيبشرهم صلى الله عليه وسلم أنه يقدم عليهم صلى الله عليه وسلم هذا أول شيء ثم ذهب إلى المنبر شاف أهل أهل أحد في نعيمهم وفضلهم فعاد وهو ده اللي خلى فيه مناسبة فرسول الله صلى الله عليه وسلم إيه رح أجيئ لهم موجي من عند مين من عند الشهداء من عند الأحياء عند الله فلما يجع عايز يبشر دولة كمان يبشر أهل الحياة الدنيا فعايز يبشرهم فقال لهم إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته إيه رأى الحوض حوضه صلى الله عليه وسلم رأى الحوض طب إيه اللي جاب إيه علاقت شوهداء آه مادولة منعامين فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلمهم بقى عن الحوض فبيقول يا حضرة النبي إني فرطكم على الحوض إني والله فرطكم على الحوض يعني إيه بقى فرطكم على الحوض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما كنت أقول كده من جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن روعة ومن رحمة ربنا بحضرة النبي إن ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله طب نمشوا وراء حضرة النبي ليه قال لأن الطريق الأذى الذي في الطريق إلى الله يخاف من رسول الله موسيقى